شكرا لكم وحشتوني كلكم طبعا أنا بتكلم بلغة عادية وبطريقة عادية علشان أنا بخاطب سن صغير فلازم أقدر أوصل له المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة وطبعا الطريقة بتختلف مع الأولاد حسب سنهم وحسب المرحلة الدراسية النهاردة درس بتاع متبكة الفعل للفعل ودرس متبكة الفعل للفعل ده هو موجود في الوحدة التالتة وفي أواخر الوحدة التانية وطبعا إحنا ما كناش حاضرينه في المدرسة علشان الغيب أنا هشرحه بطريقة مبسطة جدا وهتوصل لكم إن شاء الله سهلة جدا أنا عندي الكلمات في اللغة العربية لازم تكون متنسقة مع بعضها يعني إيه متنسقة مع بعضها؟ يعني وأنا بسمحها كده آه ما لقيهاش غريبة ما لقيهاش فيها حاجة مش مزبوطة ما لقيهاش فيها حاجة صعبة لازم زي يكون فيها إيه متنغمة كده مع بعضها؟ يعني ما ينفعش أقول شريبة أحمد وما ينفعش أقول شريبة نوها لكن الصح اللي أنا أقول إيه شريبة أحمد والصح في المؤنس أو البنت اللي أنا أقول إيه شريبة نوها تعالوا بقى مع بعض كده نشوف الأمثلة دي طبعا إحنا واخدين الفعل الماضي والفعل المدارع والقاعدة بتاعته هتلاقوها موجودة إن شاء الله في فيديو آخر بس إحنا هنتكلم عليها في مطبقة الفعل والفعل لأن في مطبقة الفعل للفعل الفعل المذكر بيختلف عن الفعل المؤنس وبيختلف كمان في الفعل الماضي اللي هو انتهى وقته حدوثه خلاص وخلص وعملته وخلصته والفعل المدارع المستمر اللي لسه بعمله ولسه بيحصل يعني ما أقول شريبة البنت اللبن آه شريبة البنت اللبن كده الجملة صح واجي طيب الولد هقوله إيه شريبة الولد اللبن طيب هنا شرب خلاص هو شرب وخلص شرب والبنت شربت وخلصت شرب يبقى ده أنا بسميه فعل ماضي طيب أجابت أجابت برضو خلاص خلصت الإجابة يبقى دوت فعل ماضي طيب أجابة خلاص هو كمان خلص جاوب وخلص السؤال أو الأسئلة اللي قدامه شربة وشربت وأجابة وأجابت دول بنسميهم أفعال ماضية وفي الأفعال الماضية أما بييجي الفعل المؤنس تبقى التهفي الآخر شربت أكلت لعبت نامت ضحقت أجابت طيب الفعل المضارع الفعل المضارع مع البنت بجيب التهفي الأول الفعل المضارع مع البنت أو المؤنس أو أي حاجة مؤنسة بجيبها في الأول تشرب تزرع تشاهد تخرج تضحق تمشي تلعب تقول تأتي تجيب التهب تبقى في الأول طب مع المذكر أو مع الولد بييجي الفعل أوله ياء يزرع الولد، يأكل الولد، يمشي الولد، يخرج الولد، يلعب باسم، يلعب أحمد، يخرج أحمد الفعل هنا بزودله هيه يبقى أنا بستنتج من قعدة مطبقة الفعل للفعل إذا كان الفعل مذكر يبقى لازم الفعل يكون بيناسب المذكر وإذا كان الفعل مؤنس يبقى لازم الفعل بيناسب المؤنس مع المؤنس في الفعل الماضي التأب تكون في الآخر شربت، أجابت، لبست، ضحقت، نزلت، أعطت، منحت أما مع الفعل المضارع التأب تبقى في الأول تزرع، تأكل، تعطي، تخرج، تلعب أنا لازم وأنا بحل أبص على الكلمة اللي بعد الفعل أو قبل الفعل بشوفها مذكرة ولا مؤنسة وفي الحالة دي بقدر أحدد أنا هستخدم الفعل إزاي وبحدد حاجة تانية كمان نوع الفعل وطبعا درس الأفعال وأنواعه موجودة بالتفصيل على القناة وشكرا لكم